السؤال التاني بيقول السلام عليكم ممكن اطلب مشورة تفضل انا زوجتي رفع علي قضية خلها لا حول القوة تقليب الله ولسه ما تحكمش فيها بس انا واثق ان في رجل اخر هل اسجل لها لا حول القوة تقليب الله او اهكر مبايلها واسبت فعلا جريمة واسبت فعلا جريمة الزنا ولا افوض امري الى الله معلش انا باسعل من حرقتي بسبب الموضوع ده وانا اجاوبك برضو بحرقتي حسب انه نعمل وكيد ايه اللي انت عايز تعمله ده يعني ده سوق اخلاق يا اخي والله ايه اللي انت عايز تعمله ده يعني اذا كانت زوجتك عملت خلع ممكن يكون من افعال حضرتك او من تجاهل حضرتك او من اختلاف نمط شخصياتك او اللي ازمة اقتصادية او اللي احساسها لأي احساس يعني هي عندها احساس بان حياتكم مش هتكمل مع بعض فطلبت الطلاق فانت رفضت فعملت خلع تعمل معاك كل هذه الجرائم اللي هي في الحقيقة لا يمكن ابدا ابدا نعملها حد مع حبيبه اول جريمة جريمة تطهن في شرفها يا اخي دي ليها عرض وبعدين دي كانت لحمك ودمك هو ده توسيط حضرت النبي ان هي لو كرهتك تطعن في شرفها انت كده مستليح انت كده حاسس ان انت حفزت على اعراض المسلمين حفزت على يعني نفست وسيط حضرت النبي اللي ارتضاها في اخر لقاء عام مع المسلمين في خطبة الوداع كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عرضها يا راجل تعمل فيه كده انا متأقن ان فيه راجل اخر يا اخي والله انت مش عارف كيف تريقين ده منين اتقل لا في نفسك فعايزت بقى تهكر تليفونها حرام واسم وكبيرة عايزت تهكر تليفونها او ايه تاني عايزت تهكر تليفونها او تسجل لها طب ده يرد ربنا ده انت ترضى بكده ان حد يعمل معك كده لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي ويكره لأخي ما يكرهه لنفسي فقال ده يرد ربنا ان حد يخترق خصوصيتك كده مش بس يخترق خصوصيتك ويطعن في عقلك ويطعن في شرفك ده ايه الجرأة على اعراض المسلمين وعلى الكبائر انت مرتكب كبيرة يا سيدي لو عملت كده وكبائر بقى متعددة يحرم عليك هذا ويشتد الأمر حرمة اذا كانت المرأة زوجتك راح تأمل كده في مراتك اما خليت للناس الناس عديمي لأخلاق ايه الله سبحانه وتعالى بيقول لك فيمساكم بمعروف او تسريحهم باحسان هو ده الاحسان هو ده الاحسان يرد ربنا هو ده الاحسان بقول لكل اللي نفسه بتسوله ده هو ده الاحسان هو ده ولا تنسوا الفضل بينكم هو ده اللي حدث النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بيجي لما نيجي نفارق مش نفارق نزل ومش بس نزل نترصد ونطلع اسرار الناس ونتعدى عليها يا اخي ده ما يصحش طيب اقول لك حاجة اسألك سؤال ينفع تعمل كده مع واحدة لسه مراتك يا راجل طيب وده طعن فيك انت والله طعن فيك انت يعني انت لما تعمل كده ده يبقى وحش في حقك انت ده سوق اخلاق يا اخي والله العزم سوق اخلاق ما بعده سوق اخلاق هي رفع دخولها روح وقدق وشوف الناس الوسطاء عشان يصلح بينكم انت تستبدل اصلاح ده تلبين بافساد العلاقة فسادا لن يصلح والحمد لله اللي انت بش اقل اسمك والحمد لله لو كنت بعد السؤال ده باسم ان هم ما شالوا الاسم شالوا الاسم من السؤال سارع بان انت تستغفر ربنا بسي كنت حريص على الاسرة سارع بتطيب خطر زوجتك لان معنى ان هي وصلت لحد ان هي تعمل خلع ان هي مش طيقة وما فيش منع خالص ان الرجل يجب الخطر مراته ولا ان هو يصلح حلاء ولا ان هو يصلح يصلح ما بينهم ده ثوابه عظيم والله سبحانه وتعالى يجعل هذا يجعلك من اهل المعالي اذا فعلت هذا